مدى إمكانية إجراء انتخابات برلمانية في الإقليم في موعدها المحدد نهاية هذا العام نعم في البداية تحية لك زينة كل عام وأنت بألف ألف خير وتحية لمشاهدين الكرام أنا أعتقد في موضوعات إجراء الانتخابات بات أمرا ملحا في هذه المرحلة خاصة أن قرار المحكمة الاتحادية كان ملزما وأفقد برلمان الإقليم أي شكل من أشكال الشرعية إضافة إلى كل هذا كان هناك تحرك أو رأي لدى بعض الأطراف الكردية أن تجري الانتخابات بالتزامن مع الانتخابات بجالس المحافظات لكن طبيعة الظروف التي يحتاجها الإقليم أو دعيني أقول بالتحديد مفوضية الانتخابات أن يكون هناك سيرفرات أكثر من عدد وهذا يربك عملها وقد يكون أن تجري الانتخابات الإقليم ما بعد انتخابات مجالس المحافظات أو قبلها وبالتالي أن القوة السياسية الكردية أدركت تماما بعضها أن موضوعة الإصرار والإصرار المضاد بالنسبة فيما بينها لن يجدي نفعا خاصة أن وضع الإقليم الآن بدأ يفقد شكل من أشكال قوته بعد أن أحكمت السلطة الاتحادية قبضتها على الطاقة الهايدروكوربونية وهذا ما كان له لن يكون حقيقة لو لم يكن هناك خلاف داخل البيت الكردي لذلك بات الحوار في هذا الاتجاه أن يكون فاعلا والتهيئة للانتخابات خاصة إذا ما علمنا أن كل الحزبين المختلفين فيما بينها اختلاف بسيط هو أعداد مقاعدهم تكاد تكون ما يوازي أكثر من ستة وستين مقعدا ومن الممكن أن يكون هذا بحد ذاته يتجاوز النصف وممكن علاج الأزمة فيما بينهم عن طريق الحوار الذي يفكر كل انطرف به بما يعزز دور الإقليم كمرتكز فيدرالي يكون عنوان يستقطب جميع الأطراف دكتور عسام إنهاء مهمة الحزب الديمقراطي لنوابه في فرلمان الإقليم برأيك هل سيشكل ورقة ضغط على باقي الأحزاب الكردية تحديدا الاتحاد الوطني الكردستاني فيما يخص توزيع الثروات فيما يخص تصدير نفط الإقليم وغيرها من الإشكاليات يعني أولا أنا أعتقد مجرد الإعلان عن إنهاء مهام أعضاء الحزب الديمقراطي في فرلمان الإقليم هو يؤكد على احترام الإقليم لقرارات المحكمة الاتحادية المشكلة القائمة ما بين هذين الطرفين هنا أتحدث يكاد يكون هي مشكلة ينظر إليها في غياب صناعة القرار وعليه أنا أقول سواء كانت أربيل أو السليمانية كلاهما يحتكمان على مواقع مهمة مما يخص موضوعة النفط سواء كانت الآبار ما قبل 2003 أو ما بعد 2003 ولذلك هذا الموضوع بحاجة إلى مزيد من التنازلات فيما بينهم من أجل أن يتم استغلال الثروة بطريقة تعزز أقول حقوق المواطن الكردي مع التأكيد بأن هذه التفاهمات ستفضي بالمستقبل القريب تلقي بظلالها على الواقع السياسي في العراق المشكلة القائمة لدى القوة السياسية في العراق أقولها أنها لا تدرك حجم المخاطر في هذا الاتجاه بالاستناد إلى ما حققه الأقليم ما بعد 2003 اليوم من الحاضر حتى قبل قرار الأخير قبل تصويت مجلس الواب حول موضوع إدارة الموارد كان شيئا كبيرا متقدما لكن بعض القوى السياسية أقول بغياب سقورها ساهمت بصورة أو بأخرى في الدخول في أتون أزمة كبيرة وموضوع النفط بالنسبة للإقليم كردستان هو موضوع وجود لسبب بسيط جدا أن هذا النفط هو بالأساس يمثل مورد للشعب الكردي ضمن نظام اتحادي يجب أن يكون المحافظة على هذه الرابطة وكلنا يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الأمم المتحدة دخلت على خط الأزمة في يوم للأيام من أجل رأب الصدق لكن بحضور حقيقة الزعيم السياسي من أمريكا أو من الأمم المتحدة ما أن يحضر يتم الاتفاق لكن يبدأ ينفرض العقد فيما بينه بعد رحيل هذا الزعيم طيب دكتور باعتقادك إذا لم تقدم تنازلات من الطرفين ولم تحل كل هذه الخلافات هل سنشهد تشططا وانقساما للبيت الكردي وإذا ما حدث ذلك هل سيؤثر على التحالفات في بغداد لا من الثابت والبديهي أنا أعتقد عدم التنازل من أي طرف بمعنى هذا يجهض حقوق الأمة الكردية التي كلنا يعلم أنها دافعت عن قضيتها منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى يومنا الحاضر لأن طبيعة الاختلافات حينما نأتي ونحللها هي اختلافات جزئية لا تمثل جوهر قضية أمة يجب أن يكون بمستوى وعي ويبدو أن غياب المستشارين المتخصصين سواء كان من قبل المحيطين بالديمقراطي الكردستاني أو بالاتحاد الوطني جعل كثير من القرارات تصدر بصورة أقول دعيني أقول أشبه بانفعالية حتى أكون أكثر دقيا لذلك أقول ليس فقط تشتت ولكن في هذا الاتجاه سيساهم حتى في القضاء على تأريخهم والمحصلة النهائية قلت تظهر أحزاب جديدة أمام بروز قوي لقوى وأحزاب جديدة ناشئة هذه مسألة جدا مهمة بدأت تطرح برامجها تحاول أن تداعب مشاعر المواطن الكردي بوجود قوات أقول تنظيمات البككة وإن كانت ليس بعنوان البككة بعناوين فرعية تستطيع أن تستقطب خاصة إذا ما علمنا أن فكر البككة هو بالأساس فكر يساري يعتمد على مبدأ الحضور والنزول إلى القواعد الشعبية بطريقة دعيني أقول أشبه ما تكون بالطريقة الماوية أو غيرها وهذا يشكل تهديدا أمام صراع أقطاب تعتقد أن تراثها النضالي هو كفيل بأن يكون عنصر استقطاب لمشاعر المواطن الكردي وبالمحصلة النهائية الخطر بدأ يداهم الاتحاد الوطني الديمقراطي الكردستاني وإن لم يشعره ترجمة نانسي قنقر